أسدنا دكتور الإمام أحمد الطيب وهو رجل يعني فيه خير كثير وصلاح كثير حسب على قيرانك يا الله فأحضرتك بقى نجح نغسل الوجه بنبتدي من الأعالي الغرة هنا أحسنت الغرة إلى أسفل الذقل ومن صماخ الأزن اليمنى إلى صماخ الأزن اليسرى وما بين زجن تمام؟ سلاس مرات ثم غسل اليدين هنا برضو في حضرتك يعني معذرة فيه عدم علم بيها لما بخسل اليد أولا من الأول هنا من الأول لأن ربنا قال إلى دي للغاية يطر إلى هنا على حدود المرفق هنا ولا يتجاوز العلماء لما جمي يفسروا إيه يغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هل إلى الغاية أعف عند المرفق واللي بمعنى معه ابقى مع المرفق الغرة مع المرفق مش على حدود المرفق يعني مغسلش في الغتينة اللي هو الغرة اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام شابة إن أمتي تبعثوا يوم القيامة وهم محجلين من أسار الوضوء تمام الغرة هنا إيه قالوا حضرتك أن أنت تزويد بسيط على المرفق لما تقول الرجل يبقى فوق الكعب كمان طبعا لأنه ويلوا الأعقاب من النار آه بالضبط اللي هو وزاك ده دليل عندنا في السنة الحديث اللي حضرتك تفضلت به على أن رجلين تغسلاني ولا تمسحان خلافا للشيعة لكن إحنا سنة ولله الحمد يبقى هنا بنغسل الرجلين إلى الكعبين برضو هنا مع الكعبين يبقى هنا الغرة بقى أن أنا أخسل مع المرفق بطلع شوي مش إلى المرفق آه مع المرفق في لازل بقى قبل المرفق لا 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 ويرك لا هي دي الحتة وخص لا لا ما قلت لك بقى يرجعوا بقى زي كوع كده يا خديد دكتوري درسنا لا أصل الكوع يبقى هنا هنا ده المرفق آه ده المشهور ده الكوع آه لا ده لاستخدام الشعبي إنما هو الكوع ده المرفق هنا عشر ربونا اللي عبر يا أيها الذين نذفتوهاكم وأيديكم إلى المرافق آه وامسحوا برؤوسكم على خلاف آه نمسح الكل نمسح البعض وطبعا بيختلف بين النساء والرجال آه لا هو المسح هنا للشعر الرأس آه للكل سواء مسحة البعض أو الكل التالية إنما أنت توصلي حاجة تانية آه بعد كده حضرتك غسل آه عفواً مسح الأذنين الظاهرهما وباطنهما آه ثم غسل الرجلين إلى أو مع الكعبين يبقى صار الإنسان متطاهراً وبالوضوء فيفعل جميع العبادات التي اشترت لها الوضوء من صلاة وطوافن ومس للمصحف وقراءة للقرآن وأذكر شرعية وأدعية إلى آخر إلى آخر بس ببا أنا مش أفاوت جزئية مسح الرأس وفي تخليل الأصابع ما عايزنا عن قلوم دلوقتي حضرنا نرجع لهم بس بعدما ناخد الأخرى الأول سلام عليكم يا مونة